أيامه الأولى فتح الاحتلال الأمريكي في العراق الأبواب مشرعة لإيران كي تقوي نفوذها وتمد أذرعها وتفرض سيطرتها على الكثير من مفاصل الدولة حتى بات تتحكم بكل صغيرة وكبيرة في أرض الرافدين لكن يبدو أن إيران التي وجدت الفرصة سانحة لتمزيق أوصال العراق وعدم السماح له بالنهوض مرة أخرى فتمددت وتوسعت وتجاوزت أكثر مما سمح لها فأصبح العراق حديقتها الخلفية وساحة حرب لتصفية الحسابات مجلس النواب الأمريكي قر بالأغلبية قانونا يدعو الرئيس الأمريكي لفرض عقوبات على الميليشيات والكيانات الموالية لإيران والتي تهدد السلام والاستقرار في العراق ويضع القانون على وزير الخارجية الأمريكي مسؤولية إعداد ونشر قائمة الجماعات المسلحة والميليشيات أو القوات العاملة بالوكالة في العراق والتي تتلقى مساعدة لوجستية وعسكرية نومالية من الحرس الثوري الإيراني صحيفة معاريف الصهيونية كشفت رئيس الوزراء الصهيوني بنيامن نيتنياهو لما حايل أن سلاح الجو الصهيوني قام بقصف قاعدة للقوات الإيرانية في العراق ما تسبب بمقتل ضباط وأقادة إيرانيين كبار وعناصر من ميليشيا حزب الله وكان معسكر تابع لميليشيا الحشد في ناحية أميرلي شرقي صلاح الدين قد تعرض لقصف لم يعلن عن مصدره فيما نشرت المواقع الإيرانية صور أحد ضباط الحرس الثوري والذي لقي مسرعه جراء هذا القصف من جانب آخر فإن الخزانة الأميركية أعلنت فرض عقوبات على أربع شخصيات في العراق بينهم قياديان بميليشيا الحشد هما ريان الكلداني ووعد قدو ومحافظان سابقان هما أحمد الجبوري محافظ صلاح الدين ونوفل العقوب محافظ نينوى بتهمة انتهاك حقوق الإنسان والفساد في الوقت الذي تغض الطرف فيه بل وتتعامل مع كبار المسؤولين الفاسدين الذين تلطخت أيديهم بدماء العراقيين والذين يتربعون على هرم السلطة ويتلقون الدعم والتأييد من إيران لكن ثمت تساؤلات تثار حول مصداقية وجدية المواقف الأميركية من إيران وتدخلاتها في شؤون العراق وزعزعة أمنه واستقراره ومدى الرغبة بالحد من النفوذ الإيراني في خضم تباين المواقف والأحداث الدائرة في المنطقة